اقول لي يا دكتور محمد الاكتقاب بعمل ايه بغير ايه في الهرمونات بغير ايه في الكيمياء بتاع المخ فمن التالي فالعلاج الدوائي بحسن هذا الوقت دلوقتي احنا عندنا المخ او الجهاز العصري بيتواصل مع بعضه عن طريق نبضات عصبية عن طريق ايه اشارات كهربائية الاشارات الكهربائية ده هيت علشان تطلع عشان المخ ينتجها الاشارات ده هيت المخ نفسه بينتج مواد كيموية اللي هي بنو سميها الموصلات العصبية او النقلات العصبية اشهر مواد فيهم مادة اسمها السيروتونين ومادة تانية اسمها النور ادرناليد المادتين دول اضطرابهم واختلالهم بيؤدي الى اضطرابات المزاك عادة من يعانون من الاكتقاب بيبقى عندهم نقص حد في نسبة السيروتونين في الدم وعليه وفي بعض الابحاث قلت ان بيقى في ارتباط مع النور ادرناليد وعلى هذا ادوية مضادات الاكتقاب منذ ازل بتعتمد بشكل كبير جدا على ان تزود مادة السيروتونين ده هيت في الجهاز العصب تطور الدواء من زمان لحد دلوقتي من حيث حدة العراض الجانبية من حيث شدة الدواء نفسه وفاعليته بتبقى في الكالفية اللي بيخلي فيها السيروتونين يزيد لكن مهظم الادوية بتشتغل على ان مادة السيروتونين والنور ادرناليد يبتدي معدلاتهم تزيد في ال